من مغادرة أغلب النازحين من كاركوك إلا أن إيجارات البيوت ما زالت على حالها ما جعل المواطن يطالب بإيجاد الحلول خصوصا أن الركود الاقتصادي في الأسواق قد أثر سلبا على وضعهم المادي بعد مغادرة النازحين مدينة كاركوك وبعد إعلان إدارتها إغلاق معسكرات النزوح التي فيها تفائل أهلها خيرا ولا سيما في قضية الإيجارات التي توقعوا نزولها إلى النصف إن لم يكن أقل من ذلك إلا أن ما يجري هو الأكس فإيجارات البيوت تنهك أهل المدينة إلى جانب الركود الاقتصادي يوجد ناس لا يوجد لهم رحمة يهم بس المادة ما يهم الناس اللي معدها ما يهم الناس اللي وضحت عبان ما يهم الناس المهجرة أهم بس أنه شوهم أي طريقة يهم مادة منهم الشخص اللي جاي والناس واقع أكو مثلا أبو البيت ما يستهلوا إياك يعني مثلا ما تقول له أنا ما عندي هكي حالتي وهي شي ما يستهلوا إياك وهذا المفروض أن يستهلون المفروض يعني من المحافظة شوية يستهلون ينطون إجراء مثلا ينطون آجار ثابت مراقبون عزو الأمر إلى النزوح الأكسي من مناطق جنوب غرب كاركوك وعدم رغبة أغلب النازحين بالمغادرة لأسباب أن أغلبهم مطلوبون عشائريا في مناطقهم أو أن البعض يتحجج بعدم وجود فرص العمل هناك أكثر من 2000 عائلة نازحة ما زالت تتواجد في محافظة كاركوك هناك منهم من لا يريد العودة إلى مناطق جنوب غرب كاركوك مناطقهم الأصلية الاعتبار أن الوضع الأمني لازال هشا وغير مستقر وإدارة المحافظة لا تستطيع أن طبعا صرحت رسميا إدارة المحافظة لا تستطيع أن تجبر أحد على العودة إلى تلك المناطق أتصور هالشهر آني يعني ما عندي ما تمكنت أدفع 250 لأنه مريض جاي أعاني من مرض خاص قلت له ما عندي قل لي هم يعني ما عندك شني يعني بدينا قلت له شا أقول لك العاد يعني منين أجيب لك وما أروح منين أجيب وبين هذا وذاك يدفع أبناء كاركوك الفاتورة حيث الكثيرون من المستأجلين يناشدون لإيجاد الحلول لهم وردع جشع أصحاب الأملاك من كاركوك جودة العسافي قناة الرشيد الفضائية ترجمة نانسي قنقر